أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من ستة ألاف حالة وتسجيل إحدى عشرة حالة وفاة خلال أربع وعشرين ساعة جميعهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة هذا وتم الكشف عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي عقوب لتسمن وزوجته بفيروس كورونا كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو عن دخوله الحجر الصحي لمخالطته لتسمن إضافة إلى رئيس المساد الإسرائيلي وعدد من كبار الموظفين بوزارة الصحة والوزراء كما وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات في البلاد استعدادا للفترة المقبلة لتقليص نشاطها إلى عشرين بالمئة فقط إلى جانب تخصيص باقي الأسرة لمرضى كورونا